اشتركوا في القناة من رئاسة الاتحاد بتشكيل اللجنة لمتابعة هذا الموضوع وبعدها عقدت عدة جلسات وندوات في بغداد وباقي المحافظات كانت منها الدعم لحماية الموظف الحقوقي وكذلك كان هناك مؤتمر عام عقد في بغداد وحضر فيه كثير من لساتذة أعضاء اللجنة القانونية ومجلس النواب للحقوقيين أتصور عددهم 12 نائب حضر في مجلس النواب دكتور محمد لماذا هذا التأخير في إقرار هكذا قانون لشريحة مهمة في العراق هذه السنوات الطويل هل هنا لك تداعيات سياسية؟ الحق أنه رغم المتابعة ورغم تبني هذا الموضوع من قبل الاستحاد وزيارتنا للمجلس النواب وعلاقتنا الطيبة مع كثير من أعضاء اللجنة وكثير منهم حقوقيين ولكن للأسف أنه تداعيات سياسية وظروف البلد وهناك قوانين تمت تبنيتها من قبل المجلس النواب كانت يعتبرها أهم من قانون حماية الموظف الحقوقي وهذا مصحح الحقوقيين هم شريحة واسعة وشريحة مهمة في البلد كثير منهم لهم الثقل الكبير في تبني كثير من دعاوية في حماية المال العام الوزارات فيها كثير أكثر من 100 أو 120 أو 130 حقوقي تمت بني قضايا الدفاع عن حقوق البلد العامة وكذلك الحقوق مكافحة الفساد أيضا ولكن هذا التلكؤ وتأخير لم يكن سبب ضارع أو رمى تداعيات البلد والظروف السياسية التي يمر بها البلد وأنتم أيضا كشريحة مهمة أيضا تم اشرحكم بالانتخابات المقبلة؟ نعم 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 احنا كثير من اشتراكنا في كثير سواء مع المفوضين المستقل للانتخابات مع يعني اللجان القانونية وكذلك المستشارين من قبل رئاس الجمهورية لشؤون الانتخابات ومستشارين رئاس الوزراء لشؤون الانتخابات عقدنا عدة ندوات بهذا الموضوع وصدرنا عدة توصيات كثيرة بالندوات اللي عقدت وآخرها كانت تحديات تواجه الانتخابات اللي عقدت في رئاس التحالي الحقوق العراقين وشارك بيها نخبة كبيرة من السادة الحقوقين وأصحاب الشأن من المفوضين المستقل للانتخابات أي مطالباتكم دكتور محمد ومع أنه هذا القانون من ضمن جدول أعمال مجلس النواب نحن الحقيقة كنا عمل وكنا عزيمة على أقرار هذا القانون وكذلك نطلب من السادة أعضاء مجلس النواب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يكونوا جاهزين وحاضرين في هذه الجلسة الأسيام لما أنه هناك جلستين لم يتم إكمال النصاب فيها من السادة أعضاء مجلس النواب وكنا أمل يوم 22 نحتفل بإقرار هذا القانون ونطلب منعدهم أن يكونوا جاهزين وإكمال العدد وأكمال النصاب وجاهز لأنه قراءة قراءة أولى وقراءة ثانية وهذه المرحلة هي مرحلة التصويت عليه فقط